تحية صباحية متجددة لكم من التحق بين اللحظة المشاهدين أصباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا دين برنامج الشروق مورنينج هذا البرنامج صباحي ليجيكم كل يوم عبر قناة الشروق الإخبارية وككل يوم خميس مشاهدينا ككل يوم خميس شفتوا أنه يجيكم فقرة التكنولوجيا إذن فقرة التكنولوجيا نستضيف فيها اليوم يعقوب بن عرب وهو مختص في التعليم والتكنولوجيا الحديثة صباح الخير ومرحبا بك معنا يعقوب صباح النور نتشرف دائما بك وني معكم إذا نعجبك الحال مرالي فاتد قلت وجدد الموعد في موضوع جديد وهو استخدام تكنولوجيا الحديثة في تسهيل الحياة اليومية لدوي الإحتياجات الخاصة هو موضوعنا لنهار اليوم اللي اخترت أنك تسلط عليها وهو موضوع مهم جدا خاصة لهذا الفئة للأسف تعاني خلونا نقول نوع من التهميش والتكنولوجيا اليوم في خدمتها نعم نعم هو جسد موضوع الفئة هذه تعذوي الإحتياجات الخاصة وخاصة في مجال التعليم دائما هي فئة مهمشة ننطلق بالتعريف والتقسيم تاع ذوي الإحتياجات الخاصة والله نحباً أن نفضل الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه ذوي إحتياجات الخاصة أكثر شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور الجزائري مقسمين الربعة فيهم الأشخاص اللي عندهم حواس ضعيفة فيهم الأشخاص اللي عندهم متلازمة دون فيهم الأشخاص اللي عندهم إعاقات حركية وفيهم الأشخاص اللي ربما عندهم إعاقات ذهنية خفيفة هذا الدستور الجزائري هكذا مقسمهم وفي المجال التعليم جستو موحنا كما نعرفه التعليم هو حق الجميع طفل الكل طفل في الدستور الجزائري بينما الأطفال هذو هم أطفال مهمشين شوية أعلاش يقول لك لأنه مكانش وسائل يقول لك لأنه الأطفال هذو لازمهم مرافق إلى آخرين إلى آخرين مكاش تكوين لهذا المرافقين لهذا المرافقين حتى ربما بعض المراكز مكاش بزافة زي لكن هناك مسعى من أجل تدارك الوضع ويعني خلاني نشكرك لهذا الالتفاة الجميل لهذا الفئة من الجزائريين اللي يعني وفي صمت للأسف أنتم كخبراء في التكنولوجيا سنصلطوا اليوم الضوء على التسهيلات اللي تقدمها التكنولوجيا لهذا الفئة نعم نعم لازم نحكيوا على هذه النقطة من نقطة بزاف أنا عندي وقت هنا نفكر فيها وحبيت نحكي عليها علش خاطر كنشوف الإحصائيات الإحصائيات تقول مثلا كهن رابطة الوطنية لحماية الحقوق للإنسان في 2016 كان عنا ربع ملايين معاق بينما كن نعطيك إحصائيات التاع المتمدرسين بزاف نقصين عنا تقريب ألفين ألفين ومئة اللي متمدرسين زيد نعطيك حاجة زيد شوكيك أكثر أكثر من ثمانين بالمئة يحبسوا في الإبتدائي ما يواصلوش ما يواصلوش علاش أولا خطر خطر ديجا ما يحسوا شرواحهم من تيغريين كين ناشاط من طرف دولة ولا اجتهاد من دولة أنها تيغريهم في المدارس بسرح وش تدير دير لهم قسم خاص وأنا ضد هالفكرة لأنه يحس رحومي كارتي بالعكس أنهم نحوسوا ننجيك ندمجوهم ندمجوهم في المجتمع نحوسوا الإدماج نصيبه ورحنا يعني نهمشوهم أكثر نهمشوهم أه علاش نحط في قسم خاص يحس رحوهم باللي ما هوش نورمال وكي نحكي نحكي في الكاتة اللي عندهم قدرات استعابية عادية تما يقدر يقرأ في كلاسة ببعض المساعدة حاجة أحد أخرى اللي حبسوا خطر وسائل مكانش الوسائل اللي مكانش ربما ببرك ما عندهمش إطلاع ما عندهمش إطلاع الوسائل المتوفرة واليوم رح نشوفوا وسائل اللي هي وسائل مجانية تعاون بزاف فئات من الفئة تعال أطفال المعاقين باش يتعلموا في كلاسة عادية مع الناس مع الناس كامل بسما بناء على هذا الإحصائية ترى أنا بزاف بزاف بعاد باش ننتقريهم في النظام التعليمي كانت لي زيارة ما عندها مدة شوية الوحل الجمعية في سطيف الجمعية هذه وسمها جمعية أولياء الأطفال المعاقين ذاوي المصدر العصبي الزيارة كانت في إطار أن نحاولون نصمولهم مناهج في التكنولوجيا الحادثة لهذا الأولاد لأن هذا الإختصاص متاعي وين رحت عندهم وشفت وكانوا دي جي يقرر وأنفرماتيك الأولاد هذا وشيئاً بعد ذلك يقرر الإنفورماتيك يفسد ومالقاء وشيئاً لأنه جمعية بالمناسبة ربما نوجه نداء المحسنين لكي يساعدهم في هذا المجال نحن 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 في تصميم مناهج نحن نحن لهم الأشخاص وعلى هذه الأشخاص المحسنين أنهم مع الأقل عاونهم بإنفورماتيك وإن تقدر تداركي هذا كإختلاف ليس كبير ربما أنا نشوف بلي واحدة من الأسباب أنه لم نحن نفستي في المجهودات ربما من جانب الدولة أو من جانب الناس أو لم نفهمهم خطراً لم نفهم الإعاقة نحن حبيت نفوتكم على بعض الإعاقات التي ممكن يكون عند الأطفال الذين داخل القسم من من داعهم وكان واحد الإعاقات التي لم نفهم مثلاً إعاقة عن عسر القراءة تعتبر إعاقة لأنها علاقة بالأعصاب إعاقة عن الناس التي لم ترى مليح وكما نقول لم ترى مليح كان حال من نتيب كان لم يرى غرب النواظر كان لديهم مشاكل أخرى وكان لم يسمع مليح حبيت ركز على هذا لأن هم 18 عارض كان واحد الفيديو فيديوهات في انتظار جهيزية الفيديوهات لكي نعرضوهم على شاشة تعلقنا عليهم يعقوب إذن أنت قمت باستحداث نماذج تعليمية تعتمد على التكنولوجيا لتسهيل تعلم هذا الفئة من المجتمع وخاصة الأطفال نعم في ماذا يتمثل ذلك هما كان تكنولوجيات عديدة كان شركة مايكروسوفت دارت العديد من الوسائل التي تسهل فقط غرفة التحكم يعني يتواصل معي هناك العديد من الفيديوهات نبدأ بالصعوبات السمع والصعوبات التي واجهها الأطفال هذا الفيديو الأول نرى فيه واحدة المنصة التي تجعلنا نفهم الناس التي لديها صعوبة في السمع خطر دقة نسمع بشكل عادي نسمع كميرا نسمع فيك الذي لديهم صعوبة في السمع نبدأ ونقص هذا الموقع يعطيك القابلية أنك تبدأ نقص في السمع وتشوف تلاحظ بعض الحروف تختفي في الجمل ويزيد ينقص الصوت وتسمع تلاحظ كيف هذا الأولاد الذي عندي طفل عنده نقص في السمع في الكلاسة كيف يسمع هذا تعاونك أنك الطفل هذا بزاف الأولاد الذين لم يقرأ مليح يهجي بزاف ربما يعود إلى نقص السمع هذا نقص سمع إعاقة الذي لا يفهمه الأساتذة في القسم وهذا الطالب يتهمشون ويكرهوا ويبطلوا القراءة كان ثاني عندهم صعوبة القراءة ربما لاحظناها حنايا أولاد قرأوا معنا هجيوا بزاف قدمت سي تعلموا يقرأ كان فيديو آخر صعوبة القراءة ربما يديروا جاهز الفيديو إذن صعوبة القراءة سبب هو نظر سبب عصابي هؤلاء صعوبة القراءة يرى كيف يرى كتابة يرى الحروف يبدل بين بعضهم تتخلط لهم لا يستطيع يقرأ الكلما يقرأ بصحي يجيها مثلا كما أنا المعرض يسميه ديسليكسيا بالإنجليزية عسر القراءة مثلا شوف فريند نقدر نقرأها بصحي نركز لها كيف نقرأها حتى لو الحرف الأول كان في بلاستو والتاني في بلاستو الكلمات في الوسط كانوا مترتبين لكن عندهم القدرة أنهم يستوعبوا المفهوم ويقرأوه لكن عكس الأشخاص يعانيوا من عسر القراءة ديسليكسيا يتبدلوا الحروف كامل لا يوجد حرف ترتيب لا يوجد حرف كلمة نرى حرف حبسين لكن يرى حرف يبدل حرف كما نرى فيها مواقع يجعل تقوم بإمكان هذه الصعوبات التي لدي هذه الأطفال لكي نفهمهم نحن لاحظنا أنه يقول يحاسب الطفل يتبدل بلاس يقول يقل ورح قادم اللور ومتا يحبس ومتا لا تقرأ وانت يمكن أن يسق سيئة أسئلة يقول صح هاي شوف الكلمة هذي كيف شوف فيها تحرك وهذه مشكلة عصبي ربما يتسبب في عسر القراءة كين ربما مشاكل النظر كين واحد ثاني موقع يقلي تسيوم للمشاكل النظر الموقع هذا مهم جدا علش مهم كي تفهم الشخص تقدر تعاونه ما تفهم موقع متاحة ومتوفرة مجانية حتى الأولياء ربما يستخدموها في البيت اللي تشوف بالك وليدها ما يقرأ مليح ما عندوش تحصيل دراسي جيد تقدر تستعملها وشنو هذه الموقع فقط لو كانت تسميه منها باش يعاونوا الوالدين ربما يدوا الأسماء وتستحهم يكتبوهم في ورقة الآن كان موقع موقع اللول ديسليكسيا ديسليكسيا موقع موقع الثاني أو كان مكتوب بالفوقة وهذا فيجين سيميلايشنز هذا ديجان سيميلايشنز به ها فيجين سيميلايشنز ننقرأه على الفوقة والأخر نسيت اسمه ما فيهش أوديو والله بسحة متوفرين بشكل مجاني مجاني مثلا هذا تعوص صعوبة النظر فيه بزاف تسميليش حال من إعاقة في النظر منها كين اللي يشوفوا الأشكال يدخلوا في بعضهم منها كين اللي يضعوا بزاف يدخل لعينهم ثم تلقيهم ها قد يديرو بسكو علاش مثلا الضو هذا ما يحملوش كين بزاف على كل حال ربما يقدروا يشوفوهم أولياء الأمور ويسميليهم مع بعضهم باش يكون هناك تشخيص يعني ما بدأ إي في البيت أنا هذي نبعثها صحابي بلوري فيجن بسكو نقول لهم كيف تلقوني في الطريق مجرر نواضر ماشي مدتهي فيكم ماشي تكمش أيام ما بيأمنوني نقول لهم جماعة ها شوفوا كيفاني شوف ها شوفيكم ها شوفيكم سمه ها هذه واحدة من الأمور أنا سعملها على كل حال قوسرة هذي تعرفت مثلا واحد اللي يكون ما يشوف مليح أنشوف تجربة مع بعض واحد اللي يشوف ها وكيفاش يشوف ها يتنقص في النظر نسبة النقص في النظر وتكوبي هذا اللينك وتعاود تباستي الفوق واتخل كيفش راه يشوف ها هذا الطفل ماشي بعد الطفل هذك يقول لك ما أنشي نشوف ما تفهم ما تفهم وما أنشي نشوف خاطر واحد اللي يشوف مليح ما يفهم ها شوف ما أنشي نشوف ها 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 أنا أظن ها نشوف ها 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 نشوف ها فريق زال يعني صورة بيكسليزات لكن هذا لا يعود إلى الشاشة تعل البرنامج إنما إلى هذه الرؤيات بعض الأشخاص كيكونوا دون ندارات وبعض الأطفال ربما في الأقسام الإبتدائية يشوف ها ها لا يعرف ما يكتب لا يحفظ الأحرف مساكن لكن يتهم في القسم وحتى التلاميذ في القسم يشوف الأستاذ تهم هذا كتف هما مباشرة يقلدوا سلوك الأستاذ وينتج عنه الكثير من التنمر إذن أنت مختص في التعليم فقط هل نفتح قوس هل اقترحت هذا على الوزارة الوصية يعني بيش تحطوه تحت صرف الوزارة نكيد هو في الحقيقة لم تقرب من الجهات المعنية هم يعملون يعملون أقسام خاصة يعملون مدارس ويعملون أقسام مفعالة بالصح نرى المجهود ربما رحوا التنفيذ في المكان خطأ كان بعض الأطفال الذين لاحبون انتجرون في المدارس وحسب الإعاقة كبيرة وليزم مرافق وهم لا يحتاجون مرافق يحتاج الطابلات والوسائل التكنولوجي التي نحكي عليهم لهم فقط اسمح لنستوقفك نذهب للسمع لكي نسمع نسمع كيف يسمع واحد ناقص يعود الفيديو من نورمال ونعودونا بطور ربما لكي نسمع الموقع الثالث هذا هو موقع يجعلنا نفهم الناس لديها نقص في السمع نحنا في الحالة العادية نسمع كما هكذا هل تريد أن تسمع أريد أن تسمع حياتي هل تعلم أنت تعلم إذا كنت نفرضو بللي واحد ناقص شوية في صوت نلاحظو هنا بللي بعض الحرف اختفت و بللي الصوت ثانيا نخفض شوية نسمع مع بعض ناقص من 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 هذه كي ناقص شوية ناقص شوية بزيف اللي هي moderate نلاحظو بللي حرف أكثر يختفي و يزيد ينقص الصوت بزيف بزيف كي مرة نلاحظو فهذا الحالة ديجا وتقريبا مستحيل تسمع ثم مليح يكون هذا الموقع تستعملو يكون عندك طالب ناقص في السمع باش تفهم الصعوبة اللي عنده والمواقع الأخرى أيضا مليح باش تفهم الصعوبات الأخرى شكرا جزيلا شكرا يعقوب على هذا الفيديو الرائع وعلى بساطة اللغة في التعليق حكذا لسماح بكل الفئات المجتمع تفهم هذا الفيديو حتى الأمهات المكيثات في البيت يستخدم على غرار الأساتيدة لفهم يعقى المارض حسن الحظ هناك حلول حلول مجانية لن أخبر لن أخبر ميكروسوفت هناك حلول الفيديو يمكنني أن أخبر نشرح هذا موقع ميكروسوفت موقع مقسم الإعاقات ومقسم وسائل لكل إعاقة مثلا نرى الفيجين التي لديها صعوبة في النظر هيرين لديها في السماء نورو ديفيرسيتي التي تحتاجها العصابية اكتماعي التي تحتاجها في التعلم اكتماعي موقع في الحركة الناس التي لا تحرك ها لا تحرك رأسها لا تحرك صباح ومسائل هالث الناس التي تحتاجها لديها صحة صحة نفسية هذا مثلا في الفيجين نحن ليس في الفيجين يكون تخصيح أسفل كما كما تحدثنا أن هناك عمل ألوان و بعض الألوان تقومون بها في عينها هذه تنقص من ألوان تزيد في ألوان تنقص من الضوء تزيد في الضوء تجعلهم يفهموا الألوان إذا لم يشوفوهاش ومام إذا بعض الأضواء أو بعض الألوان تقومون بها في عينها تلمينها طيب ما تريدون كأن هذا ما يشوفه ما يستطيع أن يكتب في الكلافي و ما يحوص يدير في الأورديناتور مثلا افتح جوجل مثلا هذه يستعملها الناس لما يشوفوش لماذا؟ نقدر أن نجيبه كلافي فيه لغة برايل هذيك وينتقدر تكتب فيه وشرك حب الدير وكين وسائل أخرى هذا تع السمع هذه الضوء نشوفها مع بعضنا تقدر تبريزونتي وتهدر والسكرين تكتب لك وشرك تهدر لتحته مباشرة للناس اللي ما تسمعش مثلا أنت تتحدر للناس اللي يسمع ومعك طالب ما يسمعش يقرأ الكتيبة لتحته أو شرك تهدر هذه تستعمل في أمور أخرى ماشي غير طالباء اللي ما يسمعوش بس كتقدر مام تهدر ترجمة كتابية لتحته ترجمة لحظية لحظية كين هذي دونت ميش دونت ميش بيت هذه واحدة العفسة في الويندوز وين الحاسوب يقول يصدر الصوت من جهتين مختلفتين ويزيده باش تقولي تقدر تسمع الصوت بشكل أوضح وكين وسائل أخرى في السمع تقدر تطلع لها هذه متاحة مجانا كين تسعة خمسة وتسعين بالمئة من هذا مجانا هذه مجانية نورو دايفرسيتي خلينا منها هذه الأولى هذه الثانية كيف كيف ترجمة كلمة القراءة ماذا قلت لك عن صعوبة القراءة؟ تتبدل حروف مايكروسوفت دايرة واحدة تظلم الشاشة كامل وتخلي غير الكلمة هذي كظاوية هذه تعاونه جسو مثل كونسنتراسيون تتبدل تخلطها لك تكون كلمة واحدة تقدر تقرأ بشكل أوضح هذه ثانية صعوبة التعلم تدخل في صعوبة التعلم كيف كيف أنا حكينا عليها هذه تصحح لك الكلمات أوتوماتيك مو لأنه في بعض الأحيان تكتب وتكتب غالط لأنه عندهم صعوبات في صباعتهم تصحح لك أوتوماتيك مو هذه تقدر تكتب صوتك مباشرة تملي عليها تكتب لك ثم لا تحتاج تكتب يعاقة حركية هذه تكتب صوتك تعمل مع كيبورد فقط لا تحتاج إلى سوريا فيها البراي براي وتكتب وكل شيء هذه الواسيلة عند جوجل تركب في الراس وتشوف عينيك وتستطيع تكتب عينيك في الشاشة سبحان الله أين وصلت التكنولوجيا و هذه التي قدر يجيبها حتى جهودكم تشكرون عليها كجزائريين و كشباب بركة رافيك ارتحنا لمستقبل الجزائر في وجود طاقات شباب إيجابية تسعى إلى توفير اندماج لهذا الفئة من المجتمع و حتى أنك تحدثت منذ قليل و قلت أنك توفر خدماتك مجانا للمحسنين اللي حبين يطوعوا باش يسهلوا الحياة اليومية لإدابي الإحتياجات الخاصة حبيت برك نحكي على هذه الواسيلة الأخرى هذه ضقة في الوقت الحالي صعيبة شوية باش الوحدة يدخلها الجزائر خاصة مع الغرامات و مع الخالوطة اللي رح يصاريها مع أنك تدخل حاجة من خارج بصح بزاف موفيدة لأنه بزاف أطفال صرتون عندهم إعاقاز ما هي هذه الوسيلة؟ هي تشبه الكاميرا في شاشة و في شاشة وكما تشبهяют كلافين في بلاسات أخرى لستُكنشة و في كاميرا تشبه كانت تشبه يمكن أن تشبه وفي شاشة تكلف أخرى هذه الابتواجة تحديل هذه الأنسية تحديث تحديث و نظن بأنه يمكن أن تنفذ دولار في هذه الأمور. هل هذه الوصيلة لم تتملع لها؟ نرى أحد يحدث. لا يسمع. لا يتحرك. لا يمكن أن يقرأ بلا مرافق. لأنه يمكن أن يقرأ عادي جدا. يكتب بها. يقرأ بها. يتحرك بها في الشاشة. كل ما يحتاجه هو طابلات و هذا ميكروسوفت. و عيني أيضا. و عيني. لذلك يجب أن يكون مرافق. لذلك يجب أن يكون مرافق. بأكيد بعض الحالات يجب أن يكون مرافق. لا يجب أن يكون. نرى أنهم لا يفهمون التكنولوجيا. أو لا يجب أن يظهرون على الوسائل التكنولوجية. أنا فقط تذكرت فيلم وثائقيا على هو بورتري على حياة عالم في علم الفلك. نسيت الأسم. ستيفن هوكين. ستيفن هوكين كانت عنده إعاقة حركية كلية مئة بالمئة. لكن تمكن من اكتشاف نقطة الثقب الأسود في الفلك على ما أظن. كانت مرافقته فقط الزوجات. هو مرجع في علم الفلك فقط. كانت تكنولوجيا في الخدمة كانت متاحة. أكيد. كان يستعمل تكنولوجيا. هو وصل وين وصل. رغم أنه أنا لا توافق معه في الكثير من النقاط. ولكن التكنولوجيا عاونت في هذا الشيء. ربما نرى فيديو آخر. اللي حكيت لكم عليها قبل. أكثر من أشخاص الذين لا تقرأوا. أكتبوا فيديو آخر. هناك فيديو آخر. هناك فيديو آخر. هذا كيف تعمل؟ بكل بساطة تذهب إلى ديابوراما. هذا كامل لدينا باوربوينت. تذهب إلى ديابوراما. تكتب فيها مننا. تستخدم لسوتيتر. بالإنجليزية Always use subtitles. و تذهب إلى تخيير حسناً تراسناً. لن يمكننا أن نستخدم لهم. و شي تخل خليست من неё. وأنتخدم لها ، كان ستين لغة ستين لغة لغة متوفرة متوفرة مام في الإنجليزية حيثات الإنجليزية حيثات الفرنسية الحيثات هذه كامل نستعملها ونشوفها مع بعضنا إذا قدروا يكتفوا الصوت باش يشوفوا باللي كي نهدر سير بلاس راهي تكتب ليل تحت وشاني نهدر سيرتوا في هذه فقط نستمعو يعني الصوت غير موجود في هذا الفيديو فقط انتارك شرحتنا كيف نقدر نستخدمه إذن هل هذا من الوسائل التي تستخدمها المؤسسات التعليمية وتضعها تحت صرف التلاميذ كيف تتعلمه في الأقسام أكيد مثلا أستاذ أستاذ عنده طالب لا يسمع في الكلاسة وكيف يدر يدرسه يدرهم في باوربوينت مثلا وحتى لا يدرسه في باوربوينت مثلا أنا أدر سلايد واحد ومكتفي هذة الأوبسيون كيف نتحدث وأنا ندر له بروجيكسيون بشارة الطالب سيطلع له الكتابة كما نرى مع بعضان التحت خلاص هي تقدر تخيير المؤسسات التي تحبها عندما ترى معي التحت خلاص هي تكتب أنا في الأول أحضرت عفزة بالدرجة لا تتكتبها ونبعد نقول باسم نحمن الرحيم وصلاة السلام شرف مرسلين مرحبا بكم في عرض اليوم كتبها لي مباشرة ثم تقدر تدرها في الكلاسة تشرح في الدرس باللغة العربية الفرنسية والانجليزية ونبعد يزيد يجب أن تتعطي لأنه حدثت ونبعد ونبعد وإنهار ونبعد أن تتكتب وإنهار يمكن أن تتكتب وإنهار يمكن أن تتركب ميكروفون وإنهار 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 يمكن أن تتكتب أعتقد صح يعقوب على كل هذه التفاصيل هل لديك إضافة قبل الختم فقط أنا لدي إضافة واحدة لأنه حبيت أقول بأن هذا ذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال المعاقين ماشي معاقين للدرجة التي نحاس بينهم إحنا يكون سهل يكون سهل كي تكون تميترزي على تكنولوجيا وتكون متبع على تكنولوجيا ودائما أنا نحب نحب ثاني نركز على نقطة أخرى أي واحد في مجال تعليم والله أي أستاذ في مجال تعليم يجب دائما يبقى على طلاع على التكنولوجيات لأن هذا تعليم رسالة وضقها كما نرى في الوقت الحالي لم يكن تعليم دون تكنولوجيا والوسائل تجد مجانية لأن شركة الكبرى تجد كجانب من المسؤولية الاجتماعية تحق أكثر هذه الأهلا التي تعليم قبل ويجب ها حاليا لمن استطاع إليها سبيل شكرا جزيل شكرا لك يعقوب على كل هذه التفاصيل صراحة عند استحداث هذه الفقرة في برنامج شروق مورنينج كنا حبينا نصل الضوء على الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيات الحادثة ونحن فقرة موعد مر موعد وموضوع بعد آخر سننتوقف معك ومع إسحاق عقونا وجهه التحية من هذا المنبر على الاستخدامات الإيجابية للتكنولوجيا والحمد لله أن هناك شباب في مختلف العمر كما أنتا وكما إسحاق يعني عادكم استعداد أنكم تقدموا مساعدات وخدمة وتكونوا أشخاص في هذا المجال من أجل إعانة هذه الفئة من المجتمع ربيعين إن شاء الله بشكل يوم نصلت عليكم الضوء رسالتكم نبيلة جدا وربي يكون في عنكم إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا على تلبية الدعوة اليوم وعلى هذا الموضوع إن شاء الله تقعدوا معنا في هذا الموسم لأشورق شكرا مبارك الله ونحن نتمنى ونبقى معكم إن شاء الله ربي بارك فيك نترفو دائما شكرا إذن مشاهدنا كان هدف ما يخص فقرات التكنولوجيا لديكم